اشتركوا في القناة القادم امام منتخب فلسطين الناخب المغربي حسين عموتة يعتمد في هذه البطولة على مجموعة تضم لعبها البطولة الاحترافية المغربية بالاضافة الى لعبين محترفين في الدورية العربية قريا حسمت الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم امس في مصير الدور الفاصل المؤهل الى نهائية كأس العالم قطر 22 و 2000 مؤكدسا انه سيجري بنظام الدهاب والاياب لتضع حدا لحديث الكواليس الذي رجح في وقت سابق اجراء مباراة واحدة على ارض فاصلة بين المنتخبات المتأهلة واكدت الكنفيدرالية الافريقية اجراء القرعة بين 22 الى 26 من يناير المقبل هذا هو يتواجد المنتخب الوطني المغربي في التصنيف الاول حيث من المرتقب ان يواجه واحدا من بين المنتخبات التالية مصر او مالي او الكاميرون او الكونغو الديمقراطية او غانا على ان يخوض لقاء الاياب بالمغرب نبقى في القارة السمراء الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم اول اتحاد قاري يوافق على اقامة كأس العالم كل عامين على خلاف الاتحاد الاوروبي واتحاد امريكا الجنوبية الكاف ابدى دعمه لمشروع انفانتينو الذي يهدف لاقامة المونديال كل عامين ما يزيد من الضغط على الرزنامة الخاصة بكرة القدم العالمية خاصة في الشق المتعلق بالمسابقات الاوروبية كرة القدم دائما اوروبيا الان والبداية بالحديث عن قرعة الملحق الاوروبي المؤهل الى كأس العالم البرتغال ام ايطاليا من منهما سيغيب عن المونديال القادم تأكد غياب احد المنتخبين بات امرا حتميا بعدما اصفرت قرعة الملحق الاوروبي عن وضعهما في ذات المصار ما يعني ان تأهلهما معا اصبح خارج الحسابات واصفرت القرعة التي سحبت امس في زيوريخا سويسرية عن وضع منتخبي ايطاليا والبرتغال في المصار الثالث ضد مقدونيا الشمالية وتركيا تواليا ما يعني انهما في حال تجاوز الاخيرتين سيلتقيان في نهائي هذا المصار لتحديد اي منهما سيبلغ النهائيات اما في المصاري الاول اسكتلندا تلعب في نصف النهائي ضد اوكرانيا وويلز امام النفس بخصوص المصاري الثاني نصف النهائي الاول روسيا امام بولندا وسويد امام جمهورية تشاك الى منافسات البطولات الاوروبية محليا المستهل من الدوري الاسباني امس وفي مستهل لمباريات الجولة الخمسة عشر من الليجة تعادل اتليتيك بيلباو على منعبه ثانما ميس بهدفين لمثلهما مع ضيفه غرناطة بيلباو رفع نقاطه الى عشرين في المركز الثامن فيما بات غرناطة يتوفر على اثنتي عشرة نقطة في المركز السادس عشر ومباريات الجولة تتواصل اليوم باربعة لقاءات خلالها برشلونة بداية من التاسع مساء بالتوقيس المغربي يلعب في ضيافة فيا ريال قبل ذلك الافيش ضد سلطا فيغو فالانسيا ضد الرايو فييكانو ومايوركا يلعب ضد خطافه غدا وفي قمة الجولة ريال مدريد المتصدر يواجه ثالثة ترتيب إشبيليا إلى الدوري الإيطالي وبه فرض سالير نيتانا التعادل بهدف لمثله على مضيفه كاغلياري ليلة أمس في أولى مباريات الجولة الرابعة عشر من السيريا جولة تتواصل اليوم بأربع مباريات تتصدرها القمة بين يوفانتوس ضد رابع الترتيب أتلانتا في وقت يلعب فيه ثالث ترتيب أنتر ميلان ضد فينيزيا غدا نابولي المتصدر ديلا لاتسيو في قمة أخرى عن هذه الجولة فيما شاركه الآخر في صدار إيسي ميلان يستديف ساسولو بالدوري الإنجليزي وفي مسألة مباريات الجولة الثالثة عشر من البريمير ليغ يخوض ليفر بول مباراة سهلة نسبيا أمام ضيفه سوث هامتون في مباراة سيتنفس فيها المصري محمد صلاح والسنغالي صديو ماني لتعزيز رصيدهم التهدي في هذا الموسم حيث يحتل صلاح صدارة الهدفين برصيد أحد عشر هدفا يليه السنغالي بسبعة أهداف ويحتل ليفر بول قبل هذه الجولة المركز الثالث في ترتيب البريمير ليغ بخمسة وعشرين نقطة متخلفا بنقطة عن الوصيف مانشستر سيتي وأربع نقاط عن المتصدر تشيلسي غدا وفي قمة الجولة تشيلسي يستقبل مانشستر يونيتد في حين يلعب مانشستر سيتي أمام ويستهام نختم بكرة المضرب حيث سيكون المنتخب الوطني المغربي اليوم وغدا على موعد مع مباراة مهمة برسم إقصائيات المجموعة العالمية الثانية في كأس ديفيس حيث سيواجه نظيره الدنماركي وذلك بالنادي الملكي للتينس بمدينة مراكش المنتخب المغربي المكون من كل من أليوت بنشتريت آدم موندير لمينوهاب وأنس فطار يسعى لكسب هاته المواجهة وتحقيق الصعود إلى المجموعة